موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة ثلاث سنوات وطائرات التحالف تستمر في حصد أرواح المدنيين باستهداف تجمعات السكانية والمواقع المدنية عشرات الأسر رحت ضحية لغارات التحالف منذ بداية انطلاق عصفة الحزم وبعد كل غارات السادف المدنيين كان التحالف يبرر هذه الغارات بكونها غارات خاطئة ويقول إنه سيفتح ملفا للتحقيق في الحادثة فتحت عشرات الملفات لكن لم تظهر أي نتائج ملموسة حتى الآن ولم نشهد أي محاسبة للمتورطين في هذه الغارات في المقابل ظلت الحكومة الشرعية صامتة بعد كل حادثة سقوط مدنيين ولم يحدث خلال السنوات الثلاث أن ندد أو استنكر أي وزير في الشرعية بسقوط ضحايا مدنيين ورغم مطالبات المنظمات الدولية بتجنب استهداف المدنيين إلا أن التحالف استمر في ذلك واستمرت الدول الكبرى في بيع الأسلحة للسعودية فأصبح المدنيون في اليمن يعيشون حالة من الخوف والقلق خشية استهدافهم في أي لحظة بصواريخ الطائرات وصاروا بين جحيم الغارات من السماء ونار الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية على الأرض في حلقتنا لهذا الأسبوع نناقش استهداف طائرات التحالف للمدنيين وصمت الحكومة الشرعية تجاه هذا الأمر لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم للمشاركة في موضوع حلقة الليلة نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد مرة أخرى تصوب طائرات التحالف العربي نيرانها نحو المدنيين والنتيجة استشهاد أكثر من 12 مدنيا وإصابة خمسة آخرين في قصف استهدف منزلا سكنيا في عزلة المحول بدمنات خدير جنوب شرق تعز إضافة وجع آخر ومضاعفة للمأساة ذلك ما يقوم به التحالف العربي منذ انطلاق عاصفة الحزن غارات عديدة وكثيرة تلك التي حصدت أرواح المدنيين حتى أصبحت الحرب على الميليشيا واستهداف مواقعها استثناء من بين تلك التي وجهت صوب المدنيين والأحياء السكنية يتساءل البعض كم قتلت غارات التحالف من قيادة الميليشيا مقابل من حصدت أرواحهم من قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لا شك أن النسبة هنا تحيلك إلى مفارقة عجيبة وغريبة وأنت تبحث في نتائج تلك الغارات ابتداء من مجزرة العبر التي استهدفت معسكرا للجيش الوطني وليس انتهاءا باستهداف قيادات أخرى للجيش الوطني في أماكن تمركزها بجبهة نهم السؤال يكرر نفسه بصيغة مختلفة كم قتلت طائرات التحالف من أفراد الميليشيا مقابل الضحايا المدنيين الذين قتلوا في غارات جرت العادة على تسميتها بالخاطئة لا شك أن النتيجة لا تختلف كثيرا في عجبها وغرابتها عن الحالة الأولى ربما يأتي أحد ويقول إن لكل حرب هامشا من الخطأ وهذا معروف في كل الحروب حول العالم قد يبدو ذلك منطقيا قليلا لا بأس لكن ما ليس بالمنطقي ولا المقبول أن يتحول الهامش إلى متن كما هو الحال في حرب التحالف على اليمن إذن مشاهدين نبدأ بموضوع الحلقة ونستقبل اتصالات نصار الجفوب سنضم إلينا من روسيا سيد نصار مرحبا بك مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا بك سيد نصار نناقش اليوم استمرار الغارات التي ما توصف وتسمى بالخاطئة والتي باتت تكرر بشكل دائم باستهداف المدنيين من قبل التحالف يعني برأيك لماذا تستمر مقاتلات التحالف باستهداف المدنيين بالغارات رغم تنديد المجتمع المحلي وأيضا الدولي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله غارات التحالف أو ما أسميه بكل صراحة العدوان لا يريدون لليمن أن يعيش بسلام أو بالأصاح المنظمات الدولية الخارجية هي لا تريد لليمن أن يعيش بسلام لا يريدون أساسا للوطن العربي أن يعيش بسلام يريدون أن ننسى قضايا كانت مفتوحة من زمان مثل القضية الفلسطينية ولم أكن مثلا أتوقع أن يكون سؤال الحلقة هذا لأنه سؤال طبيعي وغديم جدا سيد نصار نحن يعني لكي لا نوسع الموضوع يعني التحالف العربي والقضية اليمنية معروفة والمساندة التي أتى من أجلها تحترم لكن نحن نتكلم عن مسألة استهداف المدنيين يعني بات اليوم هناك عمليات استهداف هل هذا الاستهداف متعمد أم يحسب لا زال في السياق الخطأ حتى الآن بكل صراحة متعمد جدا متعمد جدا لا يريدون هم لا يريدون حتم أي معركة لا يريدون أن ترجع الشرعية اليمن الشرعية باتت رهن الحب عندهم نعم طيب يعني الحكومة الشرعية إذا ما تحدثنا عنها يعني ربما في البداية كانت غارة أو غارتين أو خمس غارات كانت توصف بالخاطئة اليوم مع التكرار الكبير لهذه الغارات واستهداف المدنيين بالعشرات يوم بعد آخر يعني لا نرى أي موقف للحكومة الشرعية أو وزير أو مسؤول عن ما يحدث طبيعي جدا سكوت الشرعية فعلا سكوت مغنع بصراحة لأنه ليس لهم حول ولا قوة التحالف فقط مستخدمهم كغطاء لتبرير جرائمهم مثلما كان يريد الانقلابين استخدام الشرعية في بداية الانقلاب الشرعية ليس لها قرار فأنا أعتبرها شرعية مقتصبة ورهينة الاستمتاع من قبل التحالف العربي طيب هل ما زال القول أن الغارات التي تحصل بين لحظة وأخرى أنها غارات خاطئة وبالتالي التحالف يعتبر مخترق استخباراتيا برفع إحداثيات خاطئة أم الموضوع هذا غير وارد لك التحالف أو العدوان ليس هناك أي ضربة خاطئة لديهم قوة لديهم إجهزة لديهم استخبارات كل ما يفعلوه فقط لتبرير مماطلة حسم المعركة فيبررون ذلك بأنها خاطئة ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء وإلا بإمكانهم أن يحسموا المعركة المفروض أن حسموها من قبل سنتين يعني أيضاً لو أتينا للمتابعة في سياق المعركة الحاصلة على الأرض هناك قيادات لميليشيا الحوثي تتحرك بأريحية هناك أيضاً استعراضات عسكرية بين فترة وأخرى في ميادين عامة لا يتم أي استهداف لهذه التجمعات بينما تأتي غارة لتخطف أرواح عشرات المدنيين في لحظة طب صحيح صحيح جداً هذا أهم الأسباب التي تجعل التحالف العربي نطعن في حقيقية التحالف العربي وما يفعلونه في اليمن طيب كيف يمكن أن تنعكس نتائج هذه الغارات على أحوال الناس والتأثيرات النفسية خصوصاً في مسألة الحركة والحرية داخل البلد انعدام الحياة بشكل كامل يعني صار المسألة فيها انعدام أمان يعني إذا كان على الأرض ربما أنت تعرف أن أمامك عدو سوف يستهدفك لكن أن تأتي بلحظة غفلة طائرة تخطف روحك من السماء هنا مشكلة أنا لا أستطيع أن أنام في بيتي لا أستطيع أن أكون متواجد أينما أريد لا أستطيع أن أعمل بشكل جيد طبيعي جداً محددين بكل لحظة أشكرك جزيلاً ناصر الجبوب كنت معنا من روسيا متصل آخر من تاعز المعتصم الجلال مرحباً بك سيد المعتصم مرحباً بك وبكل مشاهدي قناة بالقبس البداية ومسي عليك وعلى جميع المشاهدين مساء النور أهلاً بك يعني نتحدث اليوم في موضوع الحلقة عن الاستهداف المتكرر للمدنيين من قبل التحالف هل ما زال هذا الأمر يحسب في سياق الخطأ أم ماذا؟ كيف تنظر إلى هذا؟ يا عزيزي يا عزيزي قوات التحالف تعتبر أن كل الأماكن في المحافظات التي تقع تحت فترة الميليشيا أهداف عسكرية صرفة هذا ما يتضح للمنيين الذين يشاهدون هذه الأخطاء تتكرر يوماً بعد آخر خاصة أرواح عالف المدنيين هنا نستطيع أن نضيب مصطلح خطأ لأنه يتكرر بطريقة ثقة توحيد بتعمد الاستهداف قوات التحالف خرقت قواعد الاشتباك منذ أول يوم للقصف في السادس والعشرين من مارس 2015 وأصبح مقلقة للغاية السميراريتها في هذا العبد ومن المفارقات الغجيبة في هذا الإطار أن استهداف المدنيين لا يترافق مع تقدمات استراتيجية على الأرض يحرزها التحالف من خلال دعمه لقوات الشرعية وهو الهدف الأسماع الاعتقادي الذي أتى التحالف الغربي من أجل تنفيذه هنا أيضاً نعتب على اللجنة المشكلة للحكومة للتحقيق في الزراعات انتهاك حقوق الإنسان تونها لم تبين تحقيقاتها إذا ما يحصل إلا إذا كانت شكلت للنظر في انتهاكات الحوطي فقط وإغفال قرائم التحالف فهذا شيء آخر طيب يعني نستطيع وصفه بالتطنيش الحاصل لكل الأصوات المنادية بعدم استهداف المدنيين من قبل التحالف يعني هناك منظمات دولية ومنظمات محلية هناك أيضاً الناس على الأرض يعني ينددون بالاستهداف المتكرر ومع ذلك يعني لا توجد أي استجابة هناك استهداف بين فترة وأخرى كيف يفهم هذا الأمر؟ لا يعرض التحالف الغربي لهذه الأصوات أي اجتمام هناك تقارير وصفتها منظمات دولية مثل منظمات نومين رات ووتش وغيرها من المنظمات المحلية التي وصفت بالكتاب آلاف الجرائم بحق المدنيين مثل العرصة التي حصلت في سنبان وفي المخا والمجمرة الأخيرة التي حصلت هنا في شرق محافظة تغز في منطقة ديمنات خدير للأسف هذا كله يحصل وصفة يعني تماهي كبير من كبير الحكومة اليمنية الشرعية التي تغضى الطرق عما يسمى التحالف في الأرض اليمنية أصبح الكل يترقب إذا سمع صوت طائرة يا عزيزي ماذا سيسفر عن ذلك من جريمة؟ كنا نتعودنا من تكرار ما يحصل وهنا مصالب الحكومة اليمنية أن تتحمل المسؤولية إذا هذه الجرائم المتفاقمة يوما بعد أكثر كما شاهدنا الصورة التي أتت من مدينة ميدي دكت بالكامل أيضا مدينة حرر مدينة صعدة مدينة المخا لديك التحالف فيها شيء يعني هنا نستطيع أن نقارن بين التحالف الأربي ونقصده النظام السوري في مدينة الضغطة الشرقية نعم لكن يعني ربما هناك أيضا أماكن لا تدور فيها أي مواجهات أو أنها تبعد بأماكن بعيدة عن المواجهات ويتفاجأون الناس بغارة تصيب بعض المنازل وتخلف العشرات من القتل والجرحة لكن لو تطرقنا في الحديث عن الحكومة الشرعية بعد كل حادثة يعني ربما كان في البداية يبرر أنها غارة خاطئة وأنه سيتم الإضاحة من التحالف العربي لكن اليوم كم هائل من الغارات الخاطئة؟ الحكومة حتى الآن صمت في صمت لا يوجد أي تصريح سواء لرئيس الدولة أو الحكومة أو حتى وزير أو مسؤول يدين أو يسنكر ما يحدث أو حتى يوضح ما يحدث بالنسبة للحكومة الشرعية الجميلة وليعرف أن قرارها ليس بيجرد خرار بيجرد التحالف العربي ومستمام بالمملكة العربية السعودية ودورة الإمارة قدية المتقدة يا عزيزي لم يسمح لرئيس البنغوري عبدالرب ومصور هادي أن يعود إلى غدا سيسمح لهم أن يتفرقوا لهذه الجرائم التي تحدث في اليمن أيضا أريد أن تفرق إلى نقطة مهمة التحالف الغربي يبدو أن دوره الاستخبارات في مناطق القبارات والمناطق التي تدرب فيها الميليشيا مجندين وتضبهم لقتال أبناء اليمن الاستخبارات لا تصل إليهم تصل فقط لمنازل المدنيين لا ندري ما هذه المفارقة الغجيبة التي تحدث يعني هل يفهم هذا في سياق نستطيع وصفه بأنه اختراق استخباراتي أم أنه لا مبالاة بأرواح الناس أم ماذا يعني هل ترفع الهداتيات بشكل خاطئ هو ضغط استخباراتي لدى التحالف الغربي أما يحدث؟ القميع الشاهد والغرض الأفضل الكبير الذي حدث في الحديدة وبفضل صالح وصماد رئيس ما يُعرف بالنقل السياسي للميليشيا والغرض الثاني الذي وقع في ميدان السنوين كل ذلك كانوا مقاتلين زبه تهم إلى جدوات القتال إما في المحافظات الحدودية مع المملكة أو إلى محافظة تعز لقص المدينة بشتى أنواع الكذائف التي تنهار على المدينة والتحالف لم يقصد أي تجمع روزي وهو مباشرة عبر وصائلهم العالمية لا نجري هل يريد إبقاء الميليشيا السلطي لكي تصفر على الوضع العام في اليمن من خلال استخدامها للمدنيين بهذه الطريقة يريد تقييم العادة النظر للغلاقة بين التحالف الغربي والشرقية اليمنية باعتداره دائم وليس مستقيم كيف نفسر مسألات الغارات التي تستهدف مدنيين بين لحظة بين فترة وأخرى وبالمقابل نجد قيادات للميليشيا تتحرك حتى أيضا على خطوط الجبهات في زيارات رسمية مع مرافقة وفود إعلامية مساندة لها وأيضا استعراضات عسكرية بين فترة وأخرى بميادين عامة بحضور قيادات في الصفة الأول وطيران التحالف يجوب السماء في الأخير نجد الغارات تستهدف مواطنين مدنيين عزا أنا أعتقد ذلك أن هناك ابتداد تمارسه دول الكهالف الغربي للحكومة الشرعية لإبقاء الميليشيا وإلا فالميليشيا كما تعلم تتحرك بكل أريحية في المناطق التي تسيطر عليها وتواجم مواقعها معروفة مواقع ميليشيا الحوطي معروفة وتمركزاتها هنا في تفعيل مقشوفة في تبا السلات في تبا السلسة في تبا السلسة والحالة هي الطيران التحالف لا يستهدفها حتى يستهدف المهنيين في مناديهم وهم آمين أما موضوع ما تفضل صيبت فهو يمكن أن يكون نظره في خانة الابتزاز الذي تمارسه الرياض وأبو ظبي ما هذا الابتزاز الذي يأتي على حساب أرواح المواطنين سيد معتصب كيف نسمي هذا الابتزاز أو كيف يكون ابتزاز على أرواح المواطنين الذين يسقطون وأنت تتحدث عن أنه ابتزاز للحكومة الشرعية حتى يصل بعض الأحيان لمناطق في خط المواجهات ولكن يأتي في الأماكن التي يتواجد فيها أفراد الجيش الوطني والشرعية هذا السؤال على الحكومة أن توظفه للشعب اليمني التي رهنت نفسها لدى السعودية وأظهرت نفسها بموطعة حشة للغاية تجاه ما يحدث في اليمن نعم طيب إذن أشكرك جزيلا المعتصم الجلال كنت معنا من تعز متصل آخر من تعز أيضا مطهر الحيدري سيد مطهر مرحبا بك سيد مطهر هل تسمعني سيد مطهر هل تسمعني نعم إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بمطهر إذن مشاهدين سنذهب الآن لمشاهدة أو استعراض مجموعة لبعض المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب والتي ستتحدث حول الموضوع نشاهدها سويا نجزي من القول أن التحالف قد انحرف عن بوصلته وأهدافه الحقيقية التي أنشئ من أجلها قبل سلاة أعوام أو ما يزيد صارت المواقع التي يستهديفها طيران التحالف هي مواقع مدنية هدفا لغاراته حيث تطال سكان مدنيين لا علاقة لهم بهذه الحرب بل تلك الغارات تزيد من السخط والغضب الشعبي لدى الدول التحالف يدهشنا نحن كابناء محافظة تعز استمرار تلك الغارات باستهداف المدنيين بل ويخلق علامات استفهام تخلق تلك الغارات التي رفدها علامات استفهام كثيرة تسار حول نوايا وحقيقة وأجندات بعض دول التحالف العربي لا يمكن التبرير لاستمرار الغارات القوية الخاطئة وتكرارها منذ بداية عاصفة الحزب دون مراجعة حقيقية ووقفة جادة بحيث تكمن في تحقيقات أولية وتحقيقات قليمية وتحقيقات دولية للكشف عن الخلل أو الكشف عن الأسلاب التي أدت إلى سقوط تلك الضحايا لا سما في ظل التكنولوجيا الحديثة والأسلحة المتطورة التي تمتلكها دول التحالف لا أعتقد أن يكون سبب سقوط المدنيين والضحايا في محافظة تعز أو محافظات أخرى أن يكون سببا متعمدا لدى التحالف حيث أن هذا القصف أصبح متكرر شبه يومي ويحدث ويسبب أضرار قسيمة ويسبب أضرار مادية وإنسانية حيث يقضي أحيانا على أسر بأكملها مثل ما حدث قبل أيام في مديرية الصلوب بتعز حيث أبيد أكثر من 14 شخص من أسرة واحدة تعرضوا لقصف صاروخي لم يسبق له اليمن أن تعرض لهذا القصف الوحشي بهذا الشكل وهذا الإجرام طبعا هذه جرائم تكاد تكون جرائم حرب يقب على الحكومة اليمنية يقب على المنظمات يقب على الذين يقدرون ويستطيعون القيام بشيء أن يقوم بواجبهم أن يبلغوا المنظمات الإنسانية أن يبلغوا العالم بأن هناك أخطاء تتكرر هناك أسر تباد هناك أشخاص يموتون جراء هذا القصف الخاطئ هناك أمثلة كثيرة لا يسعني الوقت أن أذكرها نتيجة القصف الخاطئ الذي حصل قبل فترة في مدينة المخا وقبلها في صنعة وفي أرحب وفي تعز وفي أغلب مدن اليمنية يحدث هناك أخطاء وتحدث هناك مجازر كبيرة ومروعة يكاد لا يصدقها العقل يروحوا في هذه المجازر أسر بأكملها لماذا كل هذا الصمت من الحكومة اليمنية لماذا لا تندد لماذا لا تتكلم لماذا دائما لا نسمع أي مسؤول يمني يندد بهذه القرائم إنها قرائم كبيرة وشنيعة تفقد التحالق إذن نستكمل استقبال الالتصالات ويبدو أن مطهر الحيدر يعد مجددا سيد مطهر مرحبا بك مرحبا أهلا بك سيد مطهر نتحدث اليوم عن الغارات المتتالية أو المتكررة التي تستهدف مدنيين من قبل طيران التحالف برأيك لماذا تستمر هذه الغارات التي تستهدف المدنيين وبالمقابل هناك مناشدات من المواطنين وأيضا تنديد من المجتمع الدولي والمنظمات المحلية المستقبل بعمل حين كربته كالمستقبل من الوضائد المالي تزايد الضربات الخاطر للتحالف العربي بما لا يدعو مدالا للشك أنها غارات متعاملة باسترزاف المدنيين بغارات تشويل صورة التحالف المشوهة أطول من قبل طرف بالتحالف وقيادة الداخل الوطني تتحمل قزي من المشؤولية بشكل رضع إحداثيات بمناطق آهنة بالسكان فأطراف التحالف دخلوا الحرب بدون قيام أحلاقية فهم استهدفون بتلك الغارات الخاطئة للانتقام من الشعب بشكل مباشر عن قد من أجل إجلاله وإشعاله بالبعض الحكومة الشرعية لو تطرقنا للحديث حول موقف الحكومة هناك كم كبير من الغارات الخاطئة والتي راح ضحيتها مدنيين خلال الفترة الماضية ربما لم نجد أي موقف للحكومة أو حتى لمسؤول أو وزير في الدولة يدين أو يستنكر أو أيضا يوضح ما الذي يحدث الصمت الواضح من قبل الحكومة الشرعية واستهتارها بأرواح الأبنية هذا لما نجع مقالة من الشك أن هذا الفيلم الماساوي ليست متاوي وليست قليلة وكأن أرواح اليمنيين أصبحت بلا ثمن فرسالتنا إلى التحالف العربي حلنسيتم أنكم فيتم استعارة الشرعي وإتقاط الانقلاب حلنسيتم أنكم دخلتم التاريخ من أوسع أبواب حين حسمتم أمركم وتدخلتم باليامن لكن لا تنسوا أن الباب الذي دخلتم منه لازال مفتوحا وقد تخرجون منه إلى مدبلة التاريخ فشرعيتنا شرعية لا حول لها ولا قوة فهي من أصدر القرار وليس بيدنا أي شيء ولم تستطع أن يتعمل أي شيء على الأرض هل تعتبر معذورة؟ الحكومة الشرعية؟ نعم لا عليك اليوم مشاهد بتفرض الأمن العام سيارات سيارات هي نكسات محمل دهار القرار على قدر هذه الشرعية على قدرها تكون قدرة الشرعية شرعية لا تمثلت أي شيء يعني هل نسقط عنها المسؤولية عن ما يحدث؟ لا 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 لم نسقط عنها المسؤولية عن ما يحدث هي مسؤولة أولا عن كل ما يحدث هي هو التحالف العربي أولا نعم طيب يعني الغارات تأثيرها على المجتمع المحلي يعني من جانب نفسي يعني ما مدى التأثير على حرية المواطنين وأيضا التنقل في ظل الغارات التي ربما بين فترة وأخرى يتفاجأ الناس باستهدافها لمنزل ويعني يخلف عشرات الضحايا وهم ناس ليس لهم أي ذنب هذا الآن بطلعه بيد حكومتنا الشرعية فلم تربح بأي مرة من المرات ما أسباب الاستهداف المباشرة وكذلك بيشنا الوطني يتحمل المسؤولية كذلك برفعه الإحداثيات مناطق المأهولة والمقتضة بالسكان لكن ما هي تأثيرات على الناس يعني هل هناك تأثير مع استمرار هذه الغارات الخاطئة يعني هل هناك تأثير نفسي على الناس من خلال التأثير على حرية الحركة والتنقل في مناطقهم أكيد يوجد هذا الخبر نعم إذن أشكرك جزيلا مطهر الحيدري كنت معنا من تعز اتصال آخر ينضم إلينا أحمد هزاع من تعز سيد أحمد مرحبا بك أهلا بك سيد أحمد نتحدث اليوم عن الغارات المتكررة والتي تستهدف مدنيين في الأساس يعني برأيك استمرار هذه الغارات وبالمقابل هناك تنديد محلي وأيضا دولي من هذه الغارات ولا توجد أي استماع لهذه التنديدات طبعا عزيزي صحيح أن هناك حرب أخطاء لا تكون أي عملية عسكرية أن تخلوا منها ولكن هناك من ضربة التي تطير للتحالف أبر الشميع ما نجده الآن أنه لا يجي التحقيق أقل شيء تنصف الضحية بالتحقيق تبدأ للتحقيق والأسباب والمسببات وتقدم من قام بالضرب أو من أقدم الإحداثيات إلى المحاكمة أو إلى المحاصبة لكن لم نجد ذلك أبدا وهذا ما سبب التنادي والتطاول والقصة المستمر والأخطاء المستمر رمي الأخطاء طبعا هناك سقف معجل الأخطاء في أي حرب لا بد أن نكون موسفين لكن سيد أحمد دعني سوقفك هنا أنت ما زلت حتى الآن تنظر لهذه الغارات على أنها أخطاء طبعا الأخطاء ما تصنبها المقصودة بالأخير فتصنب أخطاء بالأخير فتصنب أخطاء حرف وشيئة بمحاصلات كل من أو متفق على المدنيين ولكن هناك أسباب ومسببات لا بد ما يمكن هنا التحقيق وطبيع وأسباب الأخطاء طيب يعني كيف نصفها بالأخطاء سيد أحمد دعنا نقش مسألة الأخطاء يعني كيف يمكن وصفها بالأخطاء في ظل يعني تحالف كبير دول متعددة بإمكانياتها الاستخباراتية والقدرات العسكرية المتطورة كيف توصف أخطاء يعني وإن كانت أخطاء يعني ربما المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة ولكن الأمر يتوسع أكثر وأكثر يعني إمكانيات كبيرة وما زال الوصف على أنها أخطاء هنا مشكلة يا أستاذ الكريم الواقع يقول هو قطع يعني منظمة سام رصد في فبراير في خمسة شبراير أنه قتل حتى الآن ما في قارب من خمسة وثلاثة وثلاثة وعشرين شخص مدني وفي التقليل يقول أخطاء لا يقول إنه جرائب فالتوصف الحقيقي للشيء لا يمكن واضح ثانيا لا تنسى أن الميليشية الإنقلابية تقوم بعمل دروع بشرية في المناطق الهيئة السكانية ولكن في ذاته يخزنوا ويضعون الأسلحة في المناطق الأهية بالسكان اختفاء القيادة الميليشية في بعض المناطق قد يكون هذا مبرد للتحالف ولكن أين التحقيق لنكون نحن مطلعين على ما يحدث أنا لا أبرد للتحالف وللأخطاء الطيران ولكن أوضح كالشيء قانوني لما يحدث من الأخطاء الطيران نقول جرائم كالجرائم ولكن محقق فأقصد التوصيل الحقيقي هو الأفضل لكن في مسألة الأخطاء سيد أحمد نحن نلاحظ وأيضا نتحرع حول بعض الغارات التي توصف بالخاطئة يعني هناك أماكن يسكنها ناس في أعالي الجبال لا يوجد تواجد لميليشيات حتى وإن كانت تواجد يعني لو كانت سيارة أو سيارتين يعني هناك استعراضات عسكرية تحدث في ميدان السبعين بتغطية إعلامية ربما بث مباشر تنقله الخانوات التابعة للميليشية حضور قيادات الصف الأول يعني رئيس ما يسمى باللجنة الثورية وغيره وأيضا تحركات أيضا على شريط المواجهات في الجبهات وبالمقابل لا توجد أي غارة بينما يعني يأتي الخطأ ليستهدف سيارة أو كما قلت قد يكون هناك تواجد للميليشية عنصر أو عنصرين يذهب الضحايا ما يقارب العشرين أو العشر أشخاص من المدنيين الأبرياء يعني كيف نفسر ذلك بالنسبة للسؤال السابق أنه أنتم ترصدون الحقيقة أين المرضمة التي ترصد أين الضياء نحن لسنا راصدين ولكن نحن نحاول التحقق أحيانا في الكثير من الأحداث التي تحصل ومنها الغارات يعني ما يتبين أن الغارة تستهدف مكان يعني غير يعني موجود فيه عناصر للميليشية لا يوجد أي تواجه يعني عناصر للميليشية لا توجد في هذه المنطقة أي مواجهات حتى نقول أنها جاءت في صياق الخطأ ومع ذلك بالمقابل نحن نتساءل يعني حينما نرى عروض عسكرية لناس يجهزون لذهابهم للجبهات لا تستهدف هذه الحشود وليست بالمرة أو المرتين أو العشر المرات التي تحدث فيها عروض عسكرية وتخريج دفعات عسكرية للاتحاق بالجبهات هذه الاحتفالات تتم بكل آمان بينما تقصف منازل المواطنين في أعالي الجبال أو في الوديان أرجوك على الجزء السابق من السؤال طبعا هناك من الضمان نحن طالب التحقيق قد يكون هناك قص قد يكون هناك عبوة ناكدة وأردتنا نحن نشور أنها طائرة التحالف لابد من تحقيق مستقل ليسلك لنا ذلك أنا لا أوداسة عن التحالف ما ربنا أصلاق أقول لك ولكن التقصف للحقائق لابد أن يكون واضحة لنا جميعا بالنسبة للعروب العسكرية هذا عيب وعار على التحالف أن يكون هناك عرض عسكري في ميادين مبتوحة وإعلان مسبق من الميليشية الإنقلابية ولكن قصفها والاستدافها والكذب المدنيين الأبرياء الساكنين داخل منازلهم هذا عيب وعار على التحالف والذي يمتلك معلومات ميوجستية ويمتلك أحدث الطائرات والأقمار الصناعية ولا يستطيع استدامل هذا هذا تبقى فيه الشك وهناك موارة سياسية أو مفاوضة سياسية أنه يتم العرض ولا يتم استدامل هذه الاحتفالات التي نقل أنه لا يستطيع التعرف أن يقصفها أو أن يبرر حدما قصفها هؤلاء مقاتلين مجندين ليسوا سكان ولا أبرياء هؤلاء يمن يذهبون ويقاتلون ويقتلون اليمنيين ويقتلون السعوديين أين التحالف ما يحدث هذا النظر الحقيقي لما يحدث من احتفالات وعدم قصفها طوال واضح من التحالف وعدم تحقيق أحداث التحالف الذي كان ما بين الشرعية والتحالف عوضة الشرعية الآن عندما ترى الاحتفال يتم بمئات الجنود داخل ميدان السبعين أو في معظم المواقع العسكرية ولا يتمس ذاتها لو على الشرعية ماذا تقول لماذا هذا السكوت لماذا السكوت المطلق لماذا لا يتم هنا لجنة مشكلة من التحالف الشرعية بالتحقيق الأخطاء لم نسمح هذه اللجنة خالص أين الوزراء أين الوزراء الذين يعطونا لحد أذير من قائد العسكريين لماذا هذا السموت نتذكر قبل فترة في تحز قبل مقارس أشهر تم قصف جبل العروس وهو موقع السكريين ولم يصل للحيط ومحرر لهم أثير سنتين سمعنا بيام من قيادة التحالف في تحز ولا نسمع أي تحقيق وماذا حدث ولماذا حدث هناك السكوت هو سبب بلعنة السكوت الشرعية هو سبب وعدم المبارسة وضحت الفكرة أشكرك أحمد هزاع كنت معنا من تعز مشاهدين هنا أيضا وصلتنا بعض التعليقات على البث المباشر الخاص في بالبرنامج على الفيسبوك يعني هنا راجح حاج يقول التحالف يقصف في الأماكن المختلطة بالمدنيين ويتعذر بتواجد الحوثيين في المكان لكن لا يستهدف العروض العسكرية في ميدان السبعين وأماكن أخرى هنا أيضا تعليق آخر لعبد الرزاق الأسلمي عبد الرزاق يقول هم يشتوا الحرب تطول علشان يكونهم القوة فقط أيضا نستعرف تعليق أخير لأبو خالد المجيدي أبو خالد يقول المشكلة الحوثيون متخفين داخل البيوت وداخل العمائر ويجب على المواطنين يخرجوهم من بيوتهم هذه حرب لازم يقع أخطاء غصبا عن الجميع ولكن يجب على التحالف التدقيق في الأهداف حتى نخسر مواطنين أبرياء وعائلات بأكملها إذن شكرا للمتواجدين على البث المباشر الخاص بالقناة ونستكمل في استقبال الإتصالات معنا متصل آخر رائد الفضل مرحبا بك سيد رائد أهلا أخي شادي أهلا بك سيد رائد اليوم نناقش قضية الاستهداف المتكرر للمدنيين من طيران التحالف كيف يفهم هذا الاستهداف خصوصا مع التنديد الواسع من المجتمع المحلي والدولي أخي شادي نحن في اليمن نعتقد والجميع يعتقد أن التحالف أصبح يستاذ بالمدنيين بشكل رئيسي وكأن المدنيين هم الطرف في الصراع المدنيين لماذا لهم علاقة في الحرب بساسا لا سلبا ولا إيجابا هم متضررين من الحرب فما بالك بالغارات أنا لا أدري ما هي الآلية التي يتبع هذا التحالف من أجل تشكيل بنك من الأهداف وقصها يجب مراجعة الآلية الشعب اليمني أحصى أكثر من 50 مجزرة ارتكبها بحج مدنيين وآخرها في تعز الذي توفى 13 من عائلة واحدة الشعب اليمني أصبح مدرك أنه أصبح طرف أو طرف مستهدف من قبل التحالف أنا رأي مثل رأي كل أبناء الشعب اليمني كيف كيف تصف الأمر أنه يعني أن الشعب يعني بات طرف مستهدف من التحالف بينما يعني لا توجد حرب تخلو من الأخطاء يعني البعض يسميها أنها أخطاء حتى نعم نعم تحدث أخطاء لكن الأخطاء تحدث بشكل فني مثل تواجد مدنيين في منطقة يعني منطقة كماس أو ضرب يعني بطريقة ضرب خاطة أو ميغة صديقة أو أشياء من هذا القبيل لكن أن يتم استهداف منطقة معينة ليس فيها حوتيين أو أنصار الله أو مقاتلين معروف عنها أنها مدنية وأنها منشأة مدنية بحثة ومع ذلك يتم استهداف التكرار لا يصبح خطأ التكرار يصبح كالتأكيد طيب يعني هذا التكرار الحاصل في الغارات التي تستهدف مدنيين بين فترة وأخرى يعني ما تأثير هذا الأمر على المجتمع من ناحية نفسية وأيضا مدى التأثير على حرية الحركة للمواطنين داخل البلاد أخي شادي أنا أقول لك أن التأثير على المجتمع أصبح الجميع حتى إذا هناك حفلات جفاف أو مناسبات عزاء أو موات يشعر اليمنيين بالخوف أنه سيتم مكسفهم لأنهم أصبحت لديهم طورة دينية سابقة أن التحالف دائما يقصد مثل هذه الأهداف مثلا حتى لو كان فيها أحد الحفارات التي تحضر الأبيان مثلا يحصل فيه منطقة معينة فإن المجنيين يهربوا من تلك المنطقة لاعتقادهم أن الطيران سيقصد هذا المكان وسيظن أنه صاروخ بالسطي أصبح في السعودية أو التحالف فيه هوس وفي لا أدري كيف الخطة العسكرية التي يعتمدوها دياب التأثير الشرعية على التحالف وتقديم المعلومة الصحيحة هي السبب فأنا أعتقد أن الشرعية والتحالف شريتين أساسيين لا يوجد شيء جانون اسمه كل شيء جائز في الحب والحرب لا يوجد هذا القانون أنه في الحرب كل شيء جائز نعم إذن أشكرك جزيلا السيد طه الفاضل كنت أو رائد الفاضل عفوان كنت معنا من تاعز إذن هناك متصل أهلا سعلا نعم إذن عبد السلام العلي مرحبا بك سيد عبد السلام أهلا سعلا بك أستاذ الأزل أهلا بك عبد السلام نتحدث اليوم عن الغارات الخاطئة أو المتكررة التي تستهدف المدنيين بين فترة وأخرى في اليمن يعني برأيك لماذا تستمر هذه الغارات رغم التنديدات الواسعة محليا ودوليا يا أخي هذه الغارات أصلا لم تكن غارات بما تراقلها في الإعلام حيث أن هناك في الإعلام يراقل بأنه يتم قصف الميليشيات ويتم قصف الحوتي وهناك على أرض الواقع لا يوجد هذا يطلقا حيث أن أكثر ما يستهدف من قبل التحالف هو المدنيين العزل بالنسبة لجرائم العجوان وقصف المدنيين فهذا أطبح في اعتيابي وغير مفاجئ سفكة ما أبرياء وقصف عشوائي دون تفريق حيث أن عداد جرائم ضد الإنسانية توقف عن العمل هذا قصف مضرر وقتل وإفناء شعب بذريعة الدفاع عن النفط وتدميره وتدمير موارده الطبيعية وقص وقص ضميته التحتية وإفشاء الأمراض وبائية واختلاف عزمات اقتصادية ما يكري بليل من اليوم ومن بداية العزوان قصف وقتل الأبرياء العزل وصمة عار على كل المحافلة الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان الذي يفرح بالمجال لأولئك المسلمون الذين صنعوا أنهارا من الدماء لقصفهم المواطنون العزل لقد تجاوز القتل للحصار على أثناء هذا الشرق كل أنواع القتل والحصار فمن لم يمس بطيرا التحالف العدوان يموت جوعا ومن لم يموت جوعا يموت مرضا لانتشار الأمراض الودائية كالكوليرا والدفتيرية وغيرها من الأمراض وأمراض الفشل الكلوي سيد عبد السلام سيد عبد السلام الحكومة الشرعية كيف تنظر إلى موقف هذه الحكومة من الغارات المتكررة يعني خصوصا أننا لم نسمع أي تصريح للحكومة أو رئيس الجمهورية أو حتى مسؤول أو وزير في الحكومة يدين أو يوضح حول هذه الغارات المتكررة التي تحصد المدنيين الحكومة الشرعية المتواجدة في دول العدوان لا حول لها ولا قوة ليس لها قرار على الأرض وإنما ما نتبعني بالرد على مجلس الأمن أو الرد على المنظمات أو اكتنكارهمها لم يحبط حتى من الحكومة الشرعية فعلى الأرض الواقع هناك تواجد لدول العدوان والسيطرة الواقعية على الأرض هي دول العدوان وليس لشرعية أي قرار أو أي سلطة واقعية على أرض الواقع نعم حيث أن السلطة الأكبر هي للتحالف وفي الشرعية ليس لها قرار أو أي شيء لا حول لها ولا قوة نعم إذن عبد السلام في التأثير النفسي على المجتمع هذه الغارات المتكررة بين لحظة وأخرى ما مدى تأثيرها على حركة الناس في المدن والأرياف تأثيرها الآن هناك يوجد حذر كبير من المواطنين حيث أنه ببداية سماعة هناك طائرة تحلق في الأجواء يتم هناك توفع الضرب في أي لحظة للتجمعات سواء كانت مدنية أو غير ذلك لأنه القطف نحن نعرف جميعا لأن القطف أشوائي حيث أنه يتم استهداف طاق شعبية والأكثر من مرة وفجلت لأكثر من أكثر من ثلاثمائة سوق تم استهدافه سوق شعبي ونحن نعرف جميعا بأن الذي يباع في هذه الأسواق منتجات محلية وفجلت لم يتركوا حتى المستشفيات والمرافق الصحية تم استهداف أكثر من ثمانمائة مستشفى وحيث أن الأسواق الشعبية نعم إذن وضحت الفكرة فقط لضيق الوقت أشكرك عبد السلام مشاهدين نكتفي بهذا القدر من الصلاة لكن سنستعرض سويا بعض المنشورات التي كتبت حول الموضوع خلال الأيام السابقين أستعرضها سويا محمد فاضل الزقري يقول لا توجد مصداقية من قبل التحالف خالص وكررنا هذه الجملة مرارا وتكرارا أنا لم أتهم طرف محدد من التحالف أقصد التحالف بأكمله وخاصة المملكة العربية السعودية يريدون تحقيق أهدافهم فيما بينهم وتحقيق أهدافهم في اليمن وللأسف الرئيس غائب عن الواقع ولا نعرف ماذا يجري في المنفى ولماذا هو صامت هذه المدة بأكملها وأنا أقول طالة الحرب وسوف تطول إذا ما كان هناك تكاتف من الشرعية وعدم الإنقسام والاتهامات والمهاترات فيما بينهم والعجيب كل فصيل في الشرعية يخدم مصالحه ويخدم جماعته ورجم التهم إلى الأطراف الأخرى مشاركة أخرى نستعرضها صدام الحريبي صدام يقول الحكومة الشرعية هي المعنى الأول والتي سيتم مسألتها أولاً عن هذه الجرائم فعليها توضيح وحل هذه التجاوزات قبل فوات الأوان رأي أخير عبد الحكيم مغلس عبد الحكيم يقول الحكومة الشرعية لا قول لها ولا فعل هي مجرد ديكور يختفي خلفه التحالف لينفذ أجنداته ويتحكم بها لحظة أراد تنفيذ شيء بواسطتها لذا لا أحد يؤمل عليها بأن تأخذ موقف من التحالف الذي تسبب بالعديد من المجازر ضد المدنيين بل وأصبح متخبطاً وبعيداً عن أهدافه وأسباب تدخله أما منظمات المجتمع المدني فهي وجه آخر للابتزاز السياسي والأسرزاق المادي تستخدم قضايا الانتهاكات لذات الأغراض وما دامت القوة والمال بيد التحالف فلا عجب من صمتها ومع موجود منظمات تعمل على إظهار بشاعة هذه المجازر لكنها في ذات الوقت تعمل في منطق سياسي ضد التحالف وليس من منطلق إنساني إذن مشاهدين نكتفي بهذه الأراء عبر الفيسبوك لكن مشاهدين يعني وجب التنويه هنا أيضاً منشور حول الموضوع نشره أحد الأصدقاء ريدان المقدم يقول الطائرات السعودية قصفت موقع تصوير تلفزيوني قبل ساعة في محافظة الحديدة واستشهد الزميل عبدالله النجار وهو كان يجهز موقع لتصوير لعمل تلفزيوني في محافظة الحديدة إذن رحمة الله على النجار والغارات ما زالت حتى قبل ساعة تستهدف وتحصد أرواح المدنيين الأبرياء نكتفي بهذا القدر المشاهدين نشكر جميع المتصلين وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذه الحلقة زميل عمر النهمي وهي التحيات أيضاً من المخرج عيس اسماعيل ومن جميع أفراد طاقم العمل حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وحفظ الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة